اشتركوا في القناة ببطولة كأس العرب ويتواجد منتخب السعودية في المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب الى جانب كل من المغرب والاردن وفلسطين ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة بعد الخسارة امام الاردن واحد لصفر والتعادل مع فلسطين واحد لواحد فيما تأهل منتخب المغرب الاربع النهائي بعد تزعم الصدارة بست نقاط وجاء منتخب الاردن في الوصفة بثلاث نقاط بينما يأتي منتخب فلسطين في المركز الرابع بنقطة وتقام مباراة المغرب والسعودية على ملعب الثمامة في دولة قطر في تمام الساعة السادسة مساء اليوم بتوقيت المملكة العربية السعودية وتنقل شبكة قنوات بين ستور والكأس مباراة المغرب والسعودية وهي الناقل الحصري للبطولة واستقر المدير الفني للمنتخب المغربي على التشكيلة التالية في حراسة المرمى أناس الزنيتي في خط الدفاع محمد ناهيري بضربانون توفيان بوفتيني محمد الشيبي في خط الوسط عبدالإله الحافظي يحيى جبران وواليد الكرتي في خط الهجوم أشرف بن شرقي واليد أزارو واسماعيل الحداد في الجانب الآخر استقر المدير الفني للمنتخب السعودي على التشكيلة التالية في حراسة المرمى محمد الربيعي في خط الدفاع متعب الحربي وليد الأحمد نايف الماس ونواف البوشل في خط الارتكاس عبدالحميد وحامد الغامدي في خط الوسط علي مجرشي عبدالله رديف وحمد القحطاني وفي قلب الهجوم في راس البريكان شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد اشتركوا في القناة